انتو متخيلين يا جماعة 11 سنة صنعوا ابطال فيلم القاهرة مكة بيحاربوا علشان يطلعوا من الدرج ويشيلوا من علي التراب ويتعرض ولما جات الفرصة اخيرا في مهرجان البحر الاحمر فاجأة اختفى من القايمة انا ماريا ماجدي ويلا بينا نعرف ايه حكاية الفيلم ده سر اختفاء فيلم القاهرة مكة من قوائم مسابقة مهرجان البحر الاحمر كان اكتر موضوع بيشغل بال الموهمين بالفن والسينما خلال الكام يوم اللي فاتوا او الحقيقة مش اليومين اللي فاتوا بس الفيلم ده بقالوا 11 سنة بيصارع من اجل العرض القاهرة مكة اللي بتقوم ببطولته مونة زاكي وشرين رضا ومحمد علاء وطايسون ومحمد فراج ومن اخراج هاني خليفة بتاع صهر الليالي فاكرينه كل شوية يطلع حد يقول خلاص خلصنا تصوير وهيتعرض قريب وفجأة يختفي قصة فيلم القاهرة مكة اللي مش عاجب الرقابة بتدور حوالين واحدة ستة عندها ماضي وحش حبتين كانت بتخطط للسفر لأداء فريدة الحج كانت عايزة توب وتبدأ من جديد لكن للأسف الماضي بيلاحقها وبتمر بمواقف صعبة كتير علشان تعرف معنى التوبة والتطهر المؤلف محمد رجاء بيخبط جامد في استوابط الفيلم اللي كان موقوف بقاله 11 سنة وعمال يمشي خطوات بطيئة في التنفيذ كان خلاص هيتعرض أخيرا في جدة وبعدين ييجي بقى في سينماية الشهر ده وفجأة اختفى تاني والمنتج سحبه من مهرجان وقال لك إن الرقابة عندنا مش عايزة المفرقة الأغرب اللي كشفها النقط طارق الشناوي إن الرقابة في السعودية أجازة الفيلم عادي لا وما كانش عندهم أي ملاحظات لا على القصة ولا التناول ولا المشاهد ولا الجراءة إنما إحنا هنا اللي حسسين شوية زيادة من ناحية دي وانطقت طارق الشناوي فكرة التقييدات والشروط الكتير اللي بتمارسها رقابة في مصر يعني بعد ما كنا بنعمل أفلام زي خلي بلك من زوزو وغرام في الكارنك وحاجات تانية كتير بتناقش قصص جريئة بقينا خايفين من فيلم زي القاهرة مكة اللي بيلمس استوابة المجتمعية أكتر من استوابة الدينية كل فريق عمل القاهرة مكة كانوا مبسوطين إن أخيراً الفيلم هيتعرض بعد 11 سنة إحباط ولما تصور كل السنة اللي فاتت قالوا خلاص الفرق جي وبدل ما يتعرض في السينمات في الصيف قالوا مصلحة يدخل مهرجانات ويمكن نروح بي للعالمية ولا حاجة المؤلف محمد رجاء كان فاكر إن لما اسم المنتج محمد حفزي هيتحط على الفيلم هيعدي ويلاقي أخيراً طريقه ما يعرفش إن أفلامه كلها الرقابة بتركز معاها لأنها دايماً بتقدم قصص وأفكار جريئة محدش بيقرب منها وبعد اللي حصل قبل كده مع فيلم ريش والجدل اللي شافه بعد ما الناس كلها احتفلت بيه برا مصر والدول العربية هتبقى خطواته اللي جاية محسوبة بيقدم إيه وبيناقش إيه وعايز إيه من الجمهور طبعاً إحنا دلوقتي مش عارفين مصير القاهرة مكة إيه بعد منعهم العرض في السعودية يا ترى هينزل السينمات ومشكلته هتتحل ولا هيقعد 11 سنة تانيين في خزمة الرقيب قدينا هنشوف انتو كمان شاركونا برأيكم شايفين إن الفيلم المفروض يتعرض وحرية السينما بتكفل ده ولا شايفين إن الرقابة فعلاً ما تسمحش بحاجة زي كده